سهاجة تعالوا نروح لمحافظة القاهرة مرة تانية وتحديدا معز منا كريم بيبرس عشان نعرف منه آخر يعني الاستعدادات أو الجيزة عفوا عشان نعرف من كريم آخر الاستعدادات اللي بتقوم بها وزارة الزراعة في إطلاق المنافذ المتحركة في محافظة الجيزة وده في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك كريم يعني كل سنة وانت طيب ويقول لنا الصورة عندك إيه بقى كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وجميع مشاهدي صباح الخير يا مصر بطيبين وبخير بحلول يعني اقتراب حلول شهر رمضان الكريم طبعا صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا هدير صباح الخير على كل المشاهدين فعلا زي ما قولت دايما الحكومة بتعمل مجهودات خاصة جدا للتخفيف على كاهل المواطنين يمكن فاطر الفادت شاهدنا يعني تحركات كتيرة في الأسعار على يمكن جميع الحاجات الأساسية اللي المواطن بيستهلكها وده يمكن حاجة معتدة دايما قبل شهر رمضان لكن كمان في توترات سياسية خارجية كتير ليها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على السلع الأساسية وعلى استهلكنا بشكل عام كشعب مصري أكيد ده هيكون لتأثير على الأسعار ولكن زي ما قولنا الدولة دايما بتعمل على تخفيف هذه الأعباء على المواطنين جزء منها طبعا أكيد وزارة الزراعة والتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليومين اللي فاتوا بالعمل السريع بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن طريق طبعا المنافذ الثبتة أو المتحركة ولكن هنتكلم أكتر طبعا دلوقتي عن هذه المنافذ المتحركة والسلع المتوفرة فيها وأسعارها كمان وأماكن توفرها للمواطنين معايا دلوقتي ضيفي على الهواء المستشار سعيد صالح ومستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنصق عام لمبادرة مزارعنا لأهالينا بصبح على حضرتك يا فندم كل صنعك طيب وبخير ونسبة شهر رمضان كلمنا يا فندم عن هذه المبادرة الهمة جدا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية صباح الخير على الستوديو وصباح الخير على شعب مصر وصباح الخير يا مصر أنا حابب في البداية أهن شعب مصر العظيم بقرب قدوم شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا بالخير واليومني والبركات والأمان وحابب كمان أهن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس مصر الحديثة وبعث نعدتها على قدوم هذا الشهر الكريم وزارة الزراعة حقيقة كان لها السبق في تنفيذ تكلفات الرئيس بخصوص محاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق تبنى معاني الوزير السيد القصير وزير الزراعة وصلاح الأراضي مبادرة خير مزارعنا لأهلينا وهي تقائمة على توفير السلع والمنتجات الغزائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة إلى المواطنين مباشرة بدون تدخل وسطاء أو حلقات تسويق معانا وده اللي بيعطيها ميزة نسبية فإنها إن شاء الله هتعرض بأقل أسعار من مسئلتها في الأسواق الأخرى طيب يا فندم حنا بنتكلم عن أنا شايف دوليتي أسطول من العربيات الموجودة كلمني كم عربية عندنا موجودة هتتحرك في كم عدد من المحافظات كما ممكن نتكلم على السلع نفسها وأسعارها مقارنة بالأسواق الموجودة حقيقة المعالي الوزير حط رؤية معينة لتحرك هذه المبادرة النهاردة اليوم الخميس بتحرك إحنا عندنا بنملك الحمد لله يا رب نستطيع أن نوفر السعر الغزائية والمنتجات للمواطنين طوال العام من طريق منافذنا إحنا عندنا 171 منفذ بتعمل على توفير المواد الغزائية والمنتجات طوال العام المميز لها في خلال هذه الأيام إنه تمت إضافة كميات إضافية للمعروضات وبأسعار تنافسية وكمان بجودة عالية النهاردة إحنا عندنا 171 منفذ سابت في كل منتشرين في كل المحافظات بيقدم السلع والمنتجات الغزائية للمواطنين كمان إحنا عندنا 21 منفذ متحرك الأسطولة حدك شايفه دلوقتي ده حيبدأ يتحرك النهاردة على جميع المحافظات بالتنصيق مع السلع المحافظين لتوفير السلع الغزائية والمنتجات الغزائية للمواطنين وبيتمركز في الشوارع العامة والمناطق ذات الكسافة السكانية المرتفعة سيادة المستشار خلينا نتكلم عن إيه هي السلع اللي موجودة داخل العربيات دي ومسلا شايف قدامي بطاطس شايف قدامي بتنجان شايف قدامي كمان أنواع مختلفة من البيض وكمان فيه يمكن عربيات اللي يطلق عليها التلاجات موجودة فيها لحوم وفرخ إيه تاني موجود وأسعارها إيه يعني مثلا كارتون تلبيض بره بكام إنتوا توفروها بكام حقيقة زي ما قلت المعليك يا منتجات وزارة الزراعة ليها ميزة نسبية عن المنتجات اللي بتعرض من الجهات الأخرى إحنا إن شاء الله هنكون أقل من كل الجهات في السوق وزيك نظر لأننا إحنا ما عندناش حلقات تسويق إحنا بنجيب من المزارع رأسا إلى المواطن وبالتالي هامش الربح كمان حيكون بسيط جدا 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 واحتمال ما يكونش موجود بناء تعليمات معايا الوزير إن إحنا نوفر كل المنتجات الغذائية والسلع الغذائية للمواطنين على مستوى الجمهورية مثلا كارتون تلبيض قد تكون بتوع بره ب 57 جنيه لا إحنا النهاردة عرضنا ب 52 جنيه وبالتالي كل الأسعار الموجودة لكل السلع الغذائية هتكون بنفس الدرجة وأقل كتير عن الأسواء الخارجية متوفر عندنا اللحوم متوفر عندنا منتجات الزراعية الخيار والطماطم والبطاطس متوفر عندنا الأرز والمكارونا والعسل وزيت الزتون وكل المنتجات اللحظة متخيلة موجودة الحمد لله في وزارة الزراعة معايا الوزير حياطلك الأسبوع القادم إن شاء الله في منتصف الأسبوع القادم معراضين كبار كمان لعرض المنتجات الغذائية للمواطنين خلال الشهر الكريم وبعض الشهر الكريم وإن شاء الله يكون فيه منفس كبير في الهرم ومنفس آخر فيه حديقة الأرمان يقدم الخدمات ويعرض المنتجات الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان إن شاء الله أخيرا سمع المستشهوري كيلو بطاطس تقريبا بيوصل هنا لتنين جنيه ونص تقريبا وده بيختلف كتير جدا عن سعر السوق برة أكيد كمان في عدد كبير من الخضار واللحوم الفراخة نرسلتها بنفسه يمكن أستاذ المشاهدين شافوها دلوقتي كمان في نقطة مهمة جدا هل ده هيستمر طول الوقت ويمكن كان فيه ثقة نوعا ما في المنتجات خاصة بضعة الزراعة ومفاش كيمويات كويسة لصحة المواطن هل هيستمر لفترة طويلة ولا هو بس متعلق بالفترة دي بتاعة الغلاء وفترة رمضان يعني بشكل عام الحاجات دي لفترة مؤقتة ولا مستمرة طبعا أنا قلت حدك وحقول تاني إن احنا عندنا 171 منفذ سبتين في كل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية منتشرين بيبيعوا كل هذه المنتجات للمواطنين وصول السيارات الموجودة عندنا ده بيجوب المحافظات طوال العام المختلف هذا الأمر في هذا التوقيت هو نحن زودنا الكميات وبجودة عالية عشان نستقبل شهر رمضان ونحارب الغلاء ونحارب بعض التجار الجاشعين اللي بيحاولوا يستغير الظروف اللي بتمر بها البلد ويرفعوا الأسعار في الأسواق احنا مستمرين تنفيذ توجهات في خمط الرئيس وتنفيذ توجهات دولة الرئيس وتنفيذ توجهات معالي وزير الزراعة في عرض المنتجات الزراعية الزراعية طوال شهر رمضان وبعد شهر رمضان إن شاء الله شكرا جزيلا مع المستشار سعيد صالح على هذه المعلومات الوفية وزي ما تابعنا مع بعض يا هدير وأحمد زي ما كمية المساعدة المشاهدين تابعوا معنا يمكن العربيات اللي احنا رصدناها هنا فيها جميع المنتجات بالفعل من الخضار البطاطس الخيار الطماطم البتنجان كل ما ممكن المواطن هو يستخدمه موجود كمان فيه يمكن الجزء الأهم جدا في شهر رمضان هي اللحم والفراغ بالنسبة للمواطن المصري موجودة فعلا تلاجات كبيرة متحركة عليها محاربة الغلاء والمبادرة الخاصة بالرئيس عبدالفتاح سيسي ووزارة الزراعة للمواطنين هتكون متحركة وهتجوب محافظات مصر كلها غير بالطبط أكيد كمان المنافذ السابتة اللي موجودة عشان كده بنوجه المواطنين هما يقدروا يتوجهوا لي هذه السيارات ويقدروا يتوجهوا لي المنافذ دي هتكون هتخفف عليهم وده كمان جزء كبير ان هو تواطق ما بين الحكومة والدولة ان هما بس يحتاجوا يستخدموا الحاجات اللي هما بيحتاجينها بس ما ياخدوش أكتر من احتياجاتهم وكمان في ظل ان احنا نحارب من يطلق عليهم يعني التجار الجاشعين اللي بيستغلوا طبعا سوق الظروف ولكن دايما المواطن والحكومة يتكتفوا مع بعض للتسهيل والتخفيف على الأعباء بشكل عام على كاهل المواطن يمكن دي نظرة عامة عن السيارات اللي هتبقى متنقلة وهتجوب المحافظات فيها جميع السلع الأساسية والآن عود عليكم مرة كريم بيبرس بشكرك شكرا جزيلا ولحقا أن الصورة من خلفك يعني مطمئنة والعربيات جاهزة والمنافذ المتحركة دي جاهزة لخدمة المواطنين قبل شهر رمضان المبارك بشكرك شكرا جزيلا يا كريم